اشتركوا في القناة 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 لبرج الميزان طبعا اول اشي بنحكي عنه الشمس وعطارد اللي موجودين في بيت المتاعب والهم شوي بضغطوا عليك نفسيا بالفترة هاي يعني بيسببوا لك بعض الاضطراب او الاكتئاب او التقلب بالمزاج او بتحس انه الامور مش ماشي مثل ما بدك في صعوبة بانجاز بعض الاعمال او توتر او اشي على مستوى العمل او تأخر في انجاز بعض المعاملات او حتى اشخاص بتوعدك باشياء وبتخلف بوعدها يعني بتروح بتختفيه في منكو رح يعاني من بعض المشاكل الصحية او الاضطرابات الصحية بالفترة هاي طبعا كلها بسبب انه الكواكب هاي اللي هو الشمس وعطارد موجودات في بيت المتاعب فهم بضغطوا بشكل كبير طبعا التحسن الشهر هذا ما رح يكون بالشكل القوي الكبير الا لحدية ما يوصل الشمس توصل لبرجك فعشان هيك بتحقق انجازات اكبر لما توصل لعندك اما الان هي فترة غربلة او فترة امتحان او اللي هي احنا منسميها مصفاية السنة اللي بتنهي فيها كل مشاكلك او اعبائك او الاشياء اللي ما بدك ترحلها معك للعام القادم اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا بدك تنتبه انه الزهرة والزهرة في بيتك العاشر يعني بيت السمعة وبما انها بدك تشكل زاوية تربيع من بداية الاسبوع فعشان هيك التأثير كله رح يكون على السمعة دير بالك حد يستدرجك او تبوح بسرك لحد فيستلمها او يمسكها عليك زي لو يتدراع او يهددك في هذا الموضوع او يستغلك في هذا الموضوع ما تسمح لحد انه يستثير عواطفك بالفترة هاي فممكن انك انت تتهور او تدخل في شيء معين يشوه سمعتك بالفترة هاي او يسيء لك في مكان عملك خصوصا الاشخاص اللي على مكان عملهم اللي بيشتغلوه فبدك تنتبه لانه ممكن هاي تستغل او حد ينقل كلام منك او على لسانك لا زميل اليك او لرئيسك بالعمل فيسبب لك بعض المشاكل اما بالنسبة لبيتك السابع طبعا المريخ اللي موجود في بيت الشراكة وهو اللي بيسبب بعض التقلبات والخلافات والحوارات وممكن تحتد مسائل ما بينك وبين الشريك اللي هو الزوج او شريك المال يعني بشكل مفاجئ الفترة هاي بتهدد استقرار العلاقات الضعيفة من المتزوجون تنسوش انه اول شي بيت المتاعب مشهول وهذا البيت السابع لا اليك بيت الشراكة والمريخ كمان والزهرة بتتراجع يعني الاشخاص اللي علاقتهم ضعيفة او مبنية ضعيفة ما بينهم بين ازواجهم عرضة للانفصال بالفترة هاي اذا ما ضبطوا عصابهم واتحكموا في ردات فعلهم اما بالنسبة لأمور القضايا القضائية فبرضو البيت السابع له علاقة بالقضايا القضائية فلول الفترة هاي منقول لك دير بالك من الامور القضائية والقضايا والامور اللي ممكن تنعكس بشكل سلبي وتصير بدل ما هي معك تصير ضدك اما بالنسبة للجدي طبعا بيحكي عن البيت الرابع والجدي حكينا احنا بالاسابيع الماضية انه هو فيه ثلاث كواكب رئيسية يعني المشتري الزحل بلوتو الثلاثة بيتراجعوا وبرضو بشكله زاوية تربيع مع المريخ وهذا البيت العلاقة في البيت فعشان هيك بيجيب لك مشاكل على مستوى البيت او سوء تفاهم او قدرة بالتواصل مع افراد العائلة شوي بتكون صعبة بتظهر مشاكل عائلية او اعطال منزلية او اهتمامات العلاقة بالعيلة او العائلة او بالبيت بشكل سلبي عشان هيك بتكون تهتموا بهاي المسائل بشكل كبير حاولوا انكم تضبطوا عصابكم اثناء تعاملكم مع افراد العائلة وما تهملوا الواجبات المنزلية او العائلية اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا هنا منحكي عن نبتن نبتن اللي بيخلي الاوهام والوساوس على مستوى لانه كوكب الاحلام فبما انه بيسوي الوساوس والاوهام لانه بتراجع فبيأثر على اشياء لها علاقة بالصحة بيخليك تتوسوس او تشعر بمرض معين او يعني يعني تتوهم انه عندك مرض خبيث مثلا او في اشخاص ممكن يعيشوا بوهم الو علاقة بالعمل او ناس عملهم او اشياء من هذا القبيل حاول قدر الامكان ما تتخلي الاوهام هاي تسيطر عليك بالفترة هاي على العمل وعالصحة اما بالنسبة لأورانوس طبعا في البيت الثامن وبحدث مفاجآت بما انه بتراجع ولكن مش سلبي يعني بتراجع ومش سلبي فمعناته المفاجآت بتكون غير متوقعة لها علاقة بالاموال المشتركة فهاي بتجيب لك مشاكل على مستوى الاموال اللي ما بتعود لك يعني اللي في شريك فيها او اموال موجودة مع اشخاص وبتعود لك فعشان هيك انتبه من الديون والقروض ومن النصابين والمحتالين وبرضو انك تتورط في اشياء مالية شوية تكون صعبة او مربكة او نتائجها مش لا صالحك فبدك تكون حذر على الاموال المشتركة وامور الها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين والميراث والغيبيات كمان اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من ساعات مساء اليوم الخميس القمر في الجدي حتى فجر يوم الاحد بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدوا مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء ممكن تشعر بالارتباك او تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحباء هاي الفترة فيها اعمال وانشغالات منزلية من فجر يوم الاحد القمر بصير موجود بالدلو وحتى ظهر يوم الثلاثاء بتزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة لممارسة نشاط فني بتتحسن الاجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش من اكثر ايام الشهر حظ اهمش انك ما تقف متفرج اسعى وخصوصا انت كون صاحب المبادرة اجواء رومانسية ودافئة جدا من ظهر يوم الثلاثاء القمر بصير في الحوت حتى مساء يوم الخميس يعني في بيتك السادس فيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاول انجاز ما بوسعكم دون اهمال صحتكم فترة مناسبة لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الارهاق بسبب كثرة الضغوط ممكن تحتاج لنصيحة من احدهم اذا اردت انجاح عملك باكر لعملك لان المسؤوليات كثيرة وطارئة في هاي الفترة ابدأ بالاولويات ممكن تبدأ عمل جديد بالفترة وساء يوم الخميس القمر بصير في الحمل وحتى صباح يوم الاحد بترغبوا في تدعيم شراكتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في خوف عليك اذا اتبعت الارشادات والتعليمات اهمش انك تتجنب المشاكل وما تتصلط بوجهة نظرك او برأيك بالفترة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة